قصة شركة سعيا لمواصلة نموها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير أو صبحكم الله بالخير أعزائنا مشاهدين ومستمعين برنامج قصة شركة اليوم في أول حلقاتنا في هذا البرنامج نستعرض معاكم قصة شركة مدرجة في السوق المالية السعودية اخترنا اليوم الشركة الوطنية للتربية والتعليم لسبب أثرت في بيوت وناس وعوائل وأبناء خليني نقول كثيرة معاي ضيفي لهذا اليوم في هذا الحلقة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد الخير أستاذ خالد مساكم الله بالخير هيا كلا مساكم الله بالخير سعيدين وجودك معنا اليوم في البرنامج حقيقة الشركة يعني غنيعة التعريف لكن حنا بناخذها من جانب تاريخي وقصة خلف هات الشركة المدرجة اليوم فإذا تسمحنا اليوم البساط أحمدي نبين نسولف عنها الشركة ونبين نسولف عن تاريخها فأول ما يبدو السؤال المستمع اليوم أول مشاهد شركة مثل الشركة الوطنية التربية والتعليم متى بدت؟ شلون بدت؟ ودنا تأخذنا داون هستري لين أو داون هستري لين أو داون التاريخ يعني زي ما قلت الشركة الوطنية في كل بيت من بيوت الرياض خصوصاً تأسست من أكثر من 63 عام يعني السنة هذه نكمل 63 سنة وإذا قصد عمر الشركة بعمر المملكة تلاقيها كبيرة طبعاً الشركة الوطنية زي أي شركة عائلية الشركات العائلية بدأت على يد المؤسس بشكل بسيط وصغير والحمد لله تطورت إلى وصلت أوصلها الجيل الثالث إن شاء الله إلى شركة مساهمة عامة مشاهد إحنا عائلة عندنا هوس بالتعليم التعليم جزء من حياتنا كأسرة شلون والد الله يحفظه عمره الآن 97 سنة ما شاء الله تباك وما زال ما زال شغوف بالتعليم إلى هذه الساعة ما شاء الله الله يحفظه فبدايات اهتمامه بالتعليم الوالد كان عايش في قرية في القصيم اسمها الخبراء تحديداً في قرية صغيرة اسمها النفيذ هذه منطقة زراعية نعم فالوالد كان يشوف أهله عمره ست سنوات أو سبع سنوات كان يشوف أهله أنهم يهتموا بشخص معين لما يجي يتغير استقبالهم أكثر من يعطونه أهمية أكثر من غيره فسألهم قال ليش تعطون هذا الشخص أهمية أكثر من غيره خصوصاً الوالد كان يدرس بالكتاتيب في ذلك الوقت صحيح قالوا هذا لأنه قاضي القاضي قاضي المنطقة نعم قال طيب كيف صار قاضي قال لأنه تعلم يقول من هذه اللحظة طبعاً هو يسولف علينا يقول من هذه اللحظة حسيت أنه التعليم أساس كل شيء أساس كل شيء يجب أني أتعلم عشان أصير قاضي زي الرجال ذا فبدأ برحلة التعليم ووصل إلى أنه يوم من الأيام من تجربته حتى وصل إلى قبل 65 سنة أو 70 سنة أصبح معلم للغة الإنجليزية في شركة أرامكو في ظهران ماشا الله شلون طبعاً أول ما وصل إلى أرامكو يشتغل عام مع أنه كان يقرأ ويكتب فاختاره مهندس أمريكي مهندس مساح أنه يساعده يشيل الأغراض له ويترجم له مع الرعاة والناس يترجم له كلمات بسيطة يقول لهم مثلاً يؤخروا عن الطريق هذا بشكل بسيط فمع الوقت تعلم الإنجليزي من خلال تعامله مع أهال الأمريكي بعد فترة ويدرس بنفس الوقت في المساة الإنجليزية أرامكو كان عنده اهتمام من ناحيتين بالمسؤولية الاجتماعية وعنده اهتمام أن العمال السعودين كانوا عددهم كبير نعم وخيصرين العمال السعودين نعم ولكنهم ما في وسيلة التواصل بينهم وبين الأمريكان ففتحت أرامكو مدارس عشان تعلمهم فقط التعليم اللي ساعدهم أنه يتعاملهم مع مدراءهم الأمريكان لغة نعم والأشياء اللي تساعدهم نعم أشياء محددة الوالد استمر بالتعليم صار يدرس بالليل ويدرس بالنهارة حتى وصل إلى أنه أصبح معلم لغة انجليزية بعد كم سنة نعم فلما رجع طبعا هو انتقل من أرامكو إلى الخارج ليعمل مترجم الخارج كان فيها مشروع زراعي وهذا كان من المشاريع الضخمة على واقعة الملك سعود مشروع يعتبر من المشاريع الضخمة على مستوى الخارج ومنطقة الرياض نعم فكان الوالد مترجم المشروع وجد أنه أبناء المزارعين ما يدرسون مديره أمريكي فقال له شرايك وكان من أرامكو أرامكو كانت تدير المشروع فقال له شرايك تفتحون مدرسة قال ما عندنا مانع بالإضافة إلى عملك مترجم بشرط أنك تصير المدير وفعلا الوالد أسس المدرسة وبناها يعني جابوا مقاول وبنوا مباني يعني حوش وغرف وصار مدير للمدرسة حتى انتقل إلى الرياض وهذا الكلام قبل 63 سنة اليوم العمر كله أو شيء الوالد الله يحبه 63 سنة رقم ماهو سهل بدايات الشركة والمدارس وتأسيسها أكيد مرت عليكم تحديات كحال أي شركة عائلية أبرزها إذا تقدر تسردنا وتذكرنا أشياء مرت عليكم تعتبر تحدي للشركة وما انتقلت عليها؟ عندما انتقل للرياض لم يكن هناك مدارس للبنات كان هناك مدارس أولاد كان هناك مدرسة واحدة التي هي مدرسة كريمات الملك سعود في الناصرية فقرر الوالد أن يؤسس مدرسة بنات ويؤسس مع مجموعة مدرسة بنات في الملز لكن كانت تكاليفة عالية يعني الإرادات ألف ريال والمصروفات خمس سلاع فكان راتبه ذاك الوقت ألف ومثل ريال ستمية يصرفها على المدرسة وستمية على أولاده وبيته وكانت الرسوم أربعين ريال وحتى أوليال أمور لا جاء وقت الأمطار والبرد لا يرسلون أولاده ولا يدفعون لأنه الدفع شهري فبالتالي واجه إلى درجة أنه بعد إنشاء تعليم البنات عام 1380 هجري قبل 60 سنة تقريبا أسست الدولة تعليم البنات وفتحت مدارس البنات فأرسل برقية للملك فيصل ذاك الوقت وقال له خلاص ما دام صار في مدارس بنات تعالوا خوذوا المدرسة المدرسة هذه وتكون من ضمن مدارس الحكومة وإذا رأيت أنكم تعوضوني ولا عليكم بالعبار العواض على الله فأرسل البرطلية تحولت إلى رئاسة تعليم البنات ذاك الوقت وجاء الرئيس تعليم البنات بنفسه الشيخ ناصر الحمد الراشد نعم فجاء بنفسه وشاف المدرسة كانت المدرسة تدار بشكل احتراق كان تدار من قبل مدرسين ومدرسات من لبنان وسوريا ذاك الوقت وكان فيها وسائل على مستوى وكانت روضة ولكن فيها طالبات أعمارهم على 14 سنة لأنه لم يكن في مدارس بناء فكان فأعجبوا بالمدرسة وقالوا للوالد نبغاك تستمر وكان لا أكدر أنا قاعد بيعت كل اللي عندي وراتبي حتى قالوا نبغا ندعم ففعلا جاءوا دعم من قبل الدولة 50% من رواتب المعلمات ذاك الوقت 50% من إيجار المبنى إضافة إلى أنه زارتهم شركة أرامكو وعطتهم سنويا 12 ألف ريال فتحسنت الأمور وأمورهم والله الحمد وهذه واحدة ولكن مرت معوقات أخرى من الفترات الجميل اليوم الشركة الوطنية التربية والتعليم حالا كثير من الشركات عندها رؤية ورسالة شنو رسالتكم ورؤيتكم اليوم وهل تغيرت خلال الفترة الماضية قلت لك في بداية حديثنا أنه التعليم بالنسبة لنا كمؤسسين لهذه الشركة التعليمية أنه جزء من حياتنا ف نظرتنا إلى التعليم أن المجتمع لن يقوم له قائمة إلا بتعليم جيد فالتربية النموذجية بداياتها اللي هي بدايات الشركة الوطنية هدفها إلى عمل تعليم نوعي مختلف التعليم موجود الدولة ما قصرت فاتحة مدارسها في كل مكان ولكن ولي الأمر لما يدفع جزء من دخله يعني نحن نتكلم عن عن مجتمع اللي اللي قاعد يدخل أبناءه في مدارس أهلية طبعا ليس بشرط أنه يكون غني ولا زيادة أنه فقط يبغى يوري الناس تسألني عن رسالتنا أنه لازم نقدر هالأسرة ذي اللي اللي ضحت في أشياء حياتية كثيرة عشان تعلم أولادها فإحنا أمام مسؤولية ماهسة صحيح أو الكراونجول دعني نقول للتربية النموذجية القطاعات التي تعملون فيها اليوم هل هو فقط في التعليم أو على قولتهم بالعام ما تبيعون يعني عندما تتكلم عن مدرسة أهلية أنا أتكلم لك عن المجال الشركة الوطنية وأهدافها طبعا هي الآن أصبحت شركة مساهمة عندك نوعين من أو أكثر من نوع بس أتكلم عن نوعين من العملاء عملاء اللي هم مساهمين يبحثون عن العواعد على السهم وعملاء يبحثون عن العواعد على تعليم أبناءهم فبالتالي يعني لما نتكلم عن مدارس أهلية أن تتكلم عن ما هو تعليم فقط يعني الآن الأيام هذه حنا في جاعة كورونا فإن شاء الله يعديها على خير إن شاء الله آمين 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 الناس يتعلمون عن بعد وفيه اختلاف بال 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 آمين ساليب التعليم من مدرسة إلى مدرسة ومن حسب الإمكانيات آمين آمين نفس الشيء في 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 المدارس أنا تكلم عن أنت لما ترسل أولادك إلى مدرسة أهلية هل فقط ليتعلمون أم آم في أشياء تربوية كثيرة في أنشطة كثيرة في مهارات في مواهب عند أولادك لابد أنه في جهة قادرة على أن تكتشفها يعني يعني أكيد ما هو مجتمعنا جميع المجتمعات مواهب تطلع وتنتهي يعني كل إنسان عنده مواهبة لكن هل كلها اكتشفت آمين إحنا تسألني عن كيف آم اهتمامنا بالتنوع إحنا مثلا عندنا استثمارات في أنديري لاضي داخل المجمعات آمين واستثمار ضخم ما هو ما هو استثمار قليل آمين كل مجمع فيه نادي رياضي موجود فيه جميع الرياضات من سباحة كرة قدم كرة سلة آم 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 هذه كلها الاكتشاف المواهب نعم إضافة إلى إلى البرامج المسائية لأنه لأنه الآن يعني لو جينا لمجتمعاتنا سابقا يعني أنا أتكلم عن جيلي كنا نلعب الشارع صحيح والشارع تعلمنا منه وكان أبو الجيران مسؤول عن الأولاد كلهم صحيح الآن تلاقي الجار ما يعرف الجار ولا تدري أن هذا إذا رأيته بالبسجد لا تدري منهم لأنه هذه طبيعة الحياة فبالتالي صاروا الأولاد موجودين في بيوتهم لذلك نحن بحاجة إلى المدارس تكون عندها برامج خارج وقت الدوام للاكتشاف مواهب هالطلاب احتواءهم في جو تربوي تحت شراف تربويين وهذا ما نقدمه في الفترة الماضية محمد اليوم أنت ذكرت جائحة كورونا من الأشياء يمكن ما تقف بوجود جائحة كورونا والحمد لله على البنية التحتية الموجودة وعلى القدرات الموجودة موضوع التعليم تعطينا تجربتكم اليوم وإستمرار التعليم للطلاب والطالبات نحن الميزة أنه تجربة مدارس التربية نموذجية أو مدارس الشركة الوطنية لأنه عندنا الآن أكثر من براند يعني عندنا مدارس التربية مدارس الغد مدارس الخوارزمي بالإضافة إلى المدارس الانترناشنال الشركة الوطنية صار عندها تنوع قبل سبحان الله قبل الكورونا سنة تقريبا تعقدنا مع جهة مميزة في التعليم التعليم عن بعد وهو التعليم الكتروني ما هو فقط تعليم عن بعد خدمات تقدم للولي الأمر وللطالب يعني زي الخدمات الموجودة بشكل أقوى وكان استثمار شركة توجه في التوجهة نعم كان استثمار بحيث أنه دربوا المعلمين ودربوا الطلاب ودربوا أولئي الأمور قبل سنة سبحان الله لما جاءت الجائحة هذه كنا جاهزين من أول يوم يعني أعلن أذكر كان نهاية أسبوع أتذكر أنه قالوا من فمن الأحد اللي بعده بدأنا التعليم بشكل طبيعي مع طلابنا و ولا يعني إحنا سوينا سيرفي على أولي الأمور وجدنا أنه الرضا يزيد عن 80% رضا أولي الأمور الآن بعدما أخذنا فرصتنا مع أنه ما كان واضح السنة هذه على بداية السنة تعرف أنه ما وضحت الصورة إلا قبل الدراسة بفترة بسيطة صحيح أنها ستكون عن بعد أو ستكون بالمدارس ومع ذلك نحن راضين وأولي الأمور راضين حتى أن تتكلم عن بعض المراحل يعني مثل مرحلة الأول الابتدائي الذي الطالب يتعلم الكتابة ومسك القلم نحن نراهن إن شاء الله خلال الأشهر القادمة أنه طلابنا طلاب الأول الابتدائي أنهم يستطيعون يكتبون خلال الفاصل الأول ذكرت أبو محمد أن موضوع استثمار الشركة في اكتشاف المواهب وذكرت كذلك الجانب التربوي في الموضوع ومن هنا يأتي اسم التربية والتعليم لأن فقط المدرسة تقدم تعليم لا تقدم هي تربية كذلك من خلال المعلم للطلاب من خلال الطلاب للطلاب والأنشطة المجاورة اليوم لو سألتك محمد وش هدافكم استراتيجية يعني أنا أتفهم لو شركة عندها منافس تقول والله أنا أحصل على حصة الشركة التليكوم هذه أو أرفع عدد المساهمين عندي أو عدد الناس اللي يستخدمون أجهزتي أو إلى آخر المدارس شنو هدافها الاستراتيجية أو الشركة الوطنية إذا صح التسمي إذا تتكلم عن جزء جزء استراتيجي كتطور الشركة وهذا يمكن محظور علينا أن نناقش الآن لكن إحنا استراتيجية المطروحة وموجودة في موقعنا اللي نقدر نتكلم فيها لأنها موجودة والموقع لسه لسه ما وصلنا إلى الأهداف النهائي لأننا ماشيين بشكل متدرج التوسع في المدارس المدارس حسب ما هو موجود الآن باستراتيجية التي قدمناها بداية طرحنا للشركة إضافة إلى استحواذات وإحنا ماشيين بشكل منطقي لكن تيجي للجانب الآخر اللي هو الجانب التعليمي والتربو وهذا جانب مهم يعني لو تلاحظ الحياة متغيرة بشكل ما هو طبيعي بسرعة قصوصا إذا تكلمت عن تقني امكانيات تعليمية حتى على مستوى يعني أنا اشتغلت بالمدارس بنفس المدارس بنفس الشركة حوالي عشرين سنة ماشا الله كنت رئيس تنفيذي للشركة تغير يعني أولياء الأمور طلاب تغيروا بشكل جذري ما هو شكل عادي فبالتالي أنت لازم تتغير مثل ما يتغيرون ولا إذا ثبت على وضعك راح وخلوك فلذلك عندنا الآن برامج قوية لتطوير أداء المعلمين ليتناسب فكرة لأنه جاءنا وقت من الأوقات الطالب فكره مختلف عن فكر المدرس الطالب يفت مثل أولادنا صحيح وانت صرف معه مع الجوال يجاوب لك قبل يعطيك القصة بشكل مفصل اللي أنت جاي أنت يتحكي هلو صحيح بل يمكن يصحح لك ويصحح لك لما بالمدرس المدرس متحمس وجاين يبغى يشرح للطلاب ويلاقي الطالب معه يجاوب بشكل أسرع فبالتالي صار علينا مسؤولية كبيرة لتأهيل المدرسين والمدرس نفس الشيء وهذه رسالة فرصة أوجهها للمدرسين المدرس مادم اخترت هذه المهنة هذه لازم تبدو الجهد مضاعف حتى تكون قاعد لأن المدرس بالنهاية هو يقود حتى مسؤولية اختلفت عن أول أول كان المعلومة ناخذها من المدرس الآن ما تأخذ المعلومة المدرس تأخذها من كل مكان من جوالك من فالمدرس دوره اختلف دوره قائد دوره تربوي دوره يعني عنده أدوار كثيرة يجب أنه يفهمها بحيث أنه يقدر يأثر على هذا الطلاب جميل ومحمد أنت ذكرت قبل شوي أن 63 سنة الشركات عائلية أكيد فيها مراحل صعبة مرتوا عليها أكيد فيها كحال أي شركة عائلية اليوم قبل لا تدرج فأريد تعطيني يعني وش الأشياء في تاريخ الشركة اللي مريت عليها اليوم كانت تعتبر مفصلية جوهرية نتكلم بالإدراج حنا بس اليوم في تاريخ الشركة قلتوا أوه أوكي في شيء هنا هذا خلينا نشتغل أكثر خلينا نستثمر لا خلنوقف هذا شركة الشركة الوطنية هو أكيد يعني يعني ما دامك تعمل في شركة يعني حنا نقدر نقول أننا القطاع خدمي لأنه نتعامل مع ونتعامل مع طالب معلم ولي أمر وزارة مجتمع كامل وقضاعتنا معلم المعلم يعني إذا قدرت تهيئ المعلم للتعليم فأنت نجحت فيها لكن أكيد إحنا لو جينا نشوف تجربتنا خلال 63 سنة مرت يعني علينا معوقات ومرت أشياء كثيرة لكن الحمد لله عديناها يعني أنا أذكر لكم من الأشياء الطريفة في بداية تأسيس المدارس الوالد كان ذاك الوقت النقل المدرسي إذا لا يوجد نقل مدرسي لا يوجد مدرسة لأن الناس أصلا لا يوجد سيارة لهم شخصيا يذهبون على رجوله وكان التكاسي ذاك الوقت تتكلم عن فترة قبل 60 سنة أو شيء من هالقبيل وكانت من أكبر المشاكل إدارة هالسائقين السائقين لأن تعرف نوعية يعني أنت لا تتعامل مع مدرسة تتعامل مع سائق والسائق حسب مزاجه ومزاجي تأخر ما صحة بدري قرر ما يداهم قرر ما يداهم فاقترح واحد من استقاء الوالد عليه أنه يشغل ولد عمه مشرف على النقل ويحل مشاكل ويريح فعلا فرح الوالد وعين بعد فترة شهر جاء هذا قال أنا بريح بشكل أكبر قال وشلون قال أشتري منك الباصات وأعطيك وأعطي المدرسة مقابل وانا حاذف فلوسك مقدم وتعامل مع الأمور وتعامل مع الناس وانت كأنه صب كونتراكت جميل فقال أحسن وحسن فكنا من هذا بعد شهر تقريبا أو أقل من شهر تصرت المديرة قال الباصات ما راح تقول لا راح يتصلوا على الرجال دورو راح لبيته قال أنا غيرت رأي ولا ولا أرح لو لقيت لي يمكن جاء وقت الحجة وجاء وقت هذا اللي قالوا فرصة فرصة أفضل يا عدل يا عبدل الطلاب المدرسة بدون باصات ودناها مكة ما في باصات ما في قال أنا ما حد يقدر يقول لي يقول لي يقول لي وين أنت رايح على ما قال لكن الحمد الله شوف يعني صار طبعا تجربة هذه التجربة حلت الحمد بشكل سريع بعد لكن أقول لك شوف المعوقات الآن لو شفناها بسيطة تحلها اليومين هذه بساعة صحيح ترفع سماعة التلفون وتحلها بينما ذاك الوقت قبل 60 سنة تعتبر مصيبة ممكن تقفل المدرسة عشان أبو محمد قبل أن تقل السؤال اللي بعده يعني مثل ما تفضلت أن معظم الشركات اللي لم يكن كلها العائلية في المملكة العربية السعودية تعتبر قصيرة في عمرها ما يعتبر يعني عمرها طويل لهذاك الخبرة في وجهة نظرك أنت اليوم وشو أبرز التحديات اللي ممكن تمر على مثلها الشركات العائلية احنا تجربتنا كشركة مساهمة مغلقة لنا أكثر من 16 سنة وكانت تجربة جيدة لأن أدخلنا معنا بحوالي 5% من أسهمنا للناس خارجين بحيث أننا لم أصبحت عائلية 100% قبل الإدراج قبل الإدراج يعني من الكلام من 16 سنة أو شيء منها طبيعي أنا أتصور أنه أنه الوضع الحالي في البلد في كثير من الشركات العائلية التي عمرها من 50 سنة وزيادة يمكن وصلت إلى الجيل الثاني وبعضها الجيل الثالث ما في مجرد تفكير أنهم يطرحون الشركة فتلاقي حجمهم محدود لأن كبرت الأسرة الأسرة صارت كبيرة اللي قودون الشركة ما يتجاوزون عن 2-3% من أفراد الأسرة أفراد الأسرة الآخرين لا لديهم أي تصور على كيف تدار أهم شيء يجيهم أرباح ويسمعون أن الشركة الكبيرة هذه حق شركتهم ولا لديهم أي معلومة ومعنات أنه شركتهم هذه يوم من الأيام يكونون مساهمين فيها زي الآخرين مساهمين فيها ولا يبغون أحد يقرب هذه الشركة لماذا؟ لأنهم لا لديهم المعلوم المعلومة غايبة عنهم حتى لو صار فيه نشر سواء بالمسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال البرامج الاقتصادية كلها غير معلومة فأنا أتصور أن أنا كمجتمع سعودي يعني إذا تكلمت عن عندنا بنجد شركات أكبر شركة تلاقي عمرها 60-70 سنة منطقة الحجاز يمكن 100 سنة فبالتالي شركات هذه جديدة نحن بحاجة إلى توعية إلى وعي يعني أنا أعرف أن تداول تقوم بزيارات للشركات بس تتكلم بشكل عام أتصور أن الأمر هذا ممكن يقام بشكل أكثر تفصيل ونروح للشركة نفسها يعني أروح للشركة مثلا في قطاع معين غير موجود بالسوق والشركة هذه لها فرصة أن تكبر بشكل أفضل أعمل دراسة عليها يعني ما أدري من يقوم بالمهم هذه هل الغرف التجارية هل تداول هل هي أتسوق المال هل وزارة التجارة ولكن مهم أن ندخل لعمق هذه العائلة التجارية ونقنعهم ونوريهم وشالفرق بين أنك تستمر كشركة عائلية محدودة بكرة يأتي الجيل الثالث أو الرابع وتنتهي هذه الشركة أو ممكن تستمر أكثر لكن لن تتوسع يعني إذا اسمح لي يعني في تجارب على المواثيق العائلية الآن كثير من العوائل التجارية تعمل مثاق عائل العوائل التجارية المدركين وقاعدين يخططون على يعني أن تتكلم على جيال حتى لو يشاركوا مساهمة أو شركات مساهمة صحيح ولكن أخوان تتكلم على مثاق عائل يبغون إلى عشرة جيال هذا يعني المثاق العائلي يجلس مع كل فرد من أفراد العائلة ينظر تفكيره ينظر وين رايح وين جاي لذلك أنا أتصور أنه نحن عندنا شركات قوية وشركات ضخمة وأموال قاعدة ما تحركت لأن نقص المعلومة و نحن بحاجة من يروح يشجعهم رغم أن هيئة سوق المال الآن عندها سوق نمو الآن موجود وعندها الإدراجة المباشرة التي سهل يعني أربع شهور وانت قادر أنك تكون تداول فكل هذه أعتقد أنها تسهيلات فمهم أننا نبادر محمد خلال الفترة الماضية أنت ذكرت لي 15 سن وأنتم عندكم 5% موجود مستثمرين متقررت أن تقول لا تدري دعونا نزيدها نبي ننزل في سوق الأسم السعودي علي أسناس قررت كيف قررت كيف قررت متى متى اتخذتها القرار وليش لما اتخذنا القرار أننا نصير شركة مساهمة مغلقة كان الهدف بقاء الشركة يعني يعني شركة دائما أي شركة تكلمنا عن الشركة الوطنية التربية والتعليم ما هي مرتبطة فينا كعائلة متى ما قررنا سكرناه متى ما قررنا فتحناه مرتبطة في مجتمع وأنت قلتها في بداية كلامك يعني يعني كثير يعني ناس أحفادهم علموهم فيها يعني هو درس وأولاده وأحفاده فبالتالي الشركة لازم تبقى فهذا أول شيء بقاء الشركة فبقاء الشركة فقررنا أن نكون شركة مساهمة مغلقة و أدخلنا معانا 5% بحيث أنه يصير فيه توازن حتى روه قليل لكن لكن لما جينا للمرحلة بعد 15 سنة أو 16 سنة الانتقال إلى أن نروح كشركة عامة وصلنا إلى الجيل الثالث وكبرت العائلة وصاروا يعني تعلموا واختلفت آراءهم وأفكارهم وكل فرد من أفراد العائلة أصبح له حق سواء بالإدارة أو بالمسؤولية فبالتالي لا بد أن ننتقل إلى مرحلة أخرى إذا أردنا أن تستمر هذه الشركة فبالتالي الحل الأفضل لبقاء الشركة وتكون تحت حوكمة وتحت إدارة الأفضل ويكون فيها تنظيم يعني أنت عندك ملاحظة عندك طلبات خاصة عندك جمعية عامة عندك لجان عندك مجلس إدارة محوكم عندك جهات إشرافية تدقق وراك في كل صغيرة وكبيرة سواء على مستوى التعليم أو على مستوى كبزنس فبالتالي هذا الحل السليم وهذا الحل المنطقي لنا لنا وغير محمد عندي سؤال بس يمكن شوية فنقول بمستقبل بحكم أنك شفت استثمار الشركة الوطنية اليوم في التعليم عن بعد قبل سنة من الجائحة فخلينا أسألك بحكم هل توجه اللي سويت مستقبلا أنت كقطاع للتعليم وتشوف رايح يعني أنا تصوري أنه المدرسة ستستمر المدرسة والدليل الآن تعاني العسر من المدرسة زي ما قلت لك في بداية حديثي أنه المدرسة لا هي مكان فقط أرسل أولادي يتعلم الحين صارت المعلومة تلقاها في كل مكان لكن المدرسة صارت مجتمع للأبناء أصدقائهم صاروا هم زملائهم بالمدرسة صحيح المدرسة يتعلم فيها أشياء كثيرة تربوية وبرامج يكتشاف مواهب تفريغ طاقة يعني أشياء متعددة ستلاقيها بالمدرسة فوجود المدرسة كمستقبل أتصور أنها ستستمر ولكن تعليم بشكل عام سيتطور إلى درجة أنه سيكون التقنية هي الطاغية سيستخدم التقنية بشكل كبير يعني الوسائل التي كنا نستخدمها مع الطلاب سابقا سواء بالمعامل أو بالتجارب ستكون كلها تقنية فالطالب سيستخدم الفيار بحكم أنه يبني معمل وممكن الخاص حتى لو كان مع زملاء هذا الفصل سيكون بشكل وهذا بشكل وهذا بشكل القصص التاريخية يعني مثلا لنفترض أنه يدرس تاريخ أول كان نقرأ القصة يقراها المدرس ونتخيلها لكن تخيل أنه الطالب يشوف يشوفها كطبيعية كحرب أو غزوة أو فتوحات بشكل طبيعي بالعكس يمكن يتقمص دور أحد أبطال القصة ويشارك معهم فتخيل تأثيرها عليه لجينا للجغرافية نحن من أول وإلى الآن نفتح الكتاب والسهل الوادي الجبل ونقرأها لكن ما نتخيلها لكن تخيل أنك تمشي أنت تدخل في وادي وتطلع إلى نهر إلى كذا وتعيش الجو هذا وكأنك فيه فكلها ستغير مفاهيم التعليمي شهيت أني أرجع حين البتداء يوم توسطها على التخيل والتقنية هذه ومحمد يوم 63 سنة وجود الشركة في السوق المالي اليوم في تداول مدرجة وشي طبيعي أنا في اعتقادي ما استفدتوا أنتم كشركة وطنية اليوم التربية والتعليم وإذا أذنت لي هالتجربة كانت سهلة واجهت صعوبات في عملية نزولكم وجودكم بالسوق هو ما في شيء سهل ما في شيء سهل طبعا الميزة زي ما قلت لك أنه أنه نحن من سنوات ونحن عندنا لجان مراجعة لجان اللجان الحوكمة هذه كلها كانت موجودة نعم حتى يعني ما تقارن تجرباتنا شركة مغلقة وشركة مساهمة عامة صحيح ما في مقارنة ولكن عشنا تجربة تجربة ما هي سهلة ولا هي صعبة يعني أخذنا وقتنا يعني لابد أنه استعننا في مستشارين استعننا في خبرة استعننا في ناس كان لهم تجارب شركات عائلية قريبة من تجربتنا أخذنا رأيهم في بعض الأمور يعني نفس السؤال اللي أنت سألته حنا رحنا وسألنا ما أعتقد أنه لنا كشركة أنها صارت صعبة مرة وبنفس الوقت فيه في بعض يعني أنا أقول لك من الأشياء اللي دائما يعني هيئة سوق المال مثلا حريصة عليها أنها لما تنزل مع أي معلومة يجب أنك تصير تصرح فيها بسرعة حاكم أو تحكمها بسرعة أنا أتصور أنه وهذه أن تصير تحت ضغط يعني أنت عندك موظفين ممكن أي واحد يغلط ولما يغلط أثرها يجب أن يكون كبير هيئة سوق المال تسوي تركيز ما هو عاد فأنا أتمنى أنه أنه هيئة أنها بالمراحل الأولى أي شركة تنزل جديد أنها يكون عندها استشارات بشكل يعني 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 علق إلى السنة الأولى أي معلومة أي إجراء الخبر لما نزل متى أنزل المعلومة أن تساعد الشركات الجديدة يعني عديناها هذه لكن عجنا تحت ضغط قوي في فترة من الفترات أبي محمد أنا أنا حانط لك صور على الطاولة ودي أستعرضها وياك إذا سمحت لي ما أود نحن نكبرك بالعمر لكن أبي تعطيني قصة أنا قدامي صورة الآن من 1392 في ساحة مدرسة أنا ما أدري المدرسة فيها مجموعة الطلاب وفيها أنت موجود أي فمنه المعلم وينها فيها المدرسة ما قصتها الصورة يعني 1392 منه كان يصور بساحة مدرسة حينما نذكر السؤال بالأول أي فوين فيها المدرسة ما قصتها الصورة هذه من أوائل المدارس التربية المدرجية كانت مدارس صغيرة نعم وكانت في حي الملز نحن نحن كعائلة درسنا فيها من الروضة يعني الصورة هذه مجموعة من زملائي وعلى فكرة يمكن لنا زملاء الآن صرنا بالواتساب نعم أول كنا نلتقي كثير الآن أقل وبعضهم صار كل واحد في بلد من عمره خمسين سنة وما زلنا ماشا الله يعني ما زلنا ونفس شقاواتنا ونفس ذكرياتنا لما كنا صار فهذه لكن الشيء المميز في هذه الصورة ونلاقيها في أكثر من صورة اللي هو مدير المدرسة هذا عدنان الخطيب وهذا عدنان الخطيب ما زال معنا إلى عدنان الخطيب وعمره الله يطول بعمره يعطيه الصحة والعافية وتحية له عمره يكون فوق الثمانين سنة ولكن معانا كمستشار وكأب ماشا الله هو من سوريا جميلة تفاتت كلمة أب له المعلم يعني كاد أن يكون رسولا الصورة الثانية في 1389 صورة جماعية للطلاب ساحة المدرسة أثناء الفسحة أول شيء يعني أنتوا قبل ثوب وكلنا ثوب أنتم فيها أشوف أنا مكمليين وقمصان وشغل مرتب نعم هذه طول العمر نحن في مدرسة بالملز بعد نعم وكانت الحقيقة المدارس ذاك الوقت فعلا مختلفة عن الوقت هذا كلها خضرة أشجار وتحس أنك تعيش في طبيعة مختلفة هذول نفس الجيل هذه يمكن مرحلة الروضة نتوقعها أو شيء من القبيل 89 إلى مرحلة الروضة ونفس الشيء الزمل هذول غالبيتهم ما زلنا نراهم وبعض أولادهم تخرجوا من التربية من الجيل ما شاء الله الصورة القبل الأخيرة في عام 1389 كذلك بس هالمرة صافين كلهم نفس اللبس ما مناسبة هذه الصورة هذا أعتقد فريق كنا نهتم بكرة القدم وهذا فريق الكرة ذاك الوقت هم في تسطيح ذاك الوقت أكيد في منافسات يعني حتى لا شفت هالآن وحاولت أرجع بالذاكرة ما في اختلاف كبير بينه بينه أشوف أولادي مع أن أولادي كبروا الآن لكن يوم نفس العمر تستمر طالب المدرسة والطفل لو قبل مئة سنة تلاقيه نفسه ونفسه فهذه من الصور الجميلة والذكريات للتربية النموذجية آخر صورة عندي صورة وقوفكم واستلامكم بعد إدراج الشركة الوطنية التربية والتعليم أبي داك اليوم قبل لا تدخل للسوق المالية وبعد ما طلعت للسوق المالية الحمل تغير الفكر تغير اش تغير والله شف أنا بقول لك شي مختلف طبعا هي أول شي أنه لما يوفق تقود شركة إلى أنك توصلها إلى طرح عام ويثقون فيها المستثمرين بحيث أنها تكون شركة عامة نعم وتدرج هذه الحمد لله هذه توفيق من الله والنجاح لجميع من عمل فيها من خمسين سنة أو من ستين سنة إلى هذه الساعة وبالنسبة لي كنت رئيس تنفيذي بذلك الفترة كنت يعني نجاح بالنسبة لي جميل والواحد يتوج السنة الأخيرة لك رئيس تنفيذي بالطرح هذه شيء إيجابي لكن أذكر نقطة لما جينا هنا في هالمكان نسمعون أن أبو محمد نحن في السوق المالي تداول في البهو الذي يتنفيه إدراج الشركات نعم وتسليمها بداية انطلاقتها فكانوا الشباب الذين كانوا موجودين هنا مجموعة شباب وفي بعضهم حتى شفت ناس درسوا سواء من طلاب من خرجين التربية النموذجية أو من خرجين جامعة اليمامة فكانوا من الناس الشباب الصغار فالتفت على النائب الرئيس التنفيذي الأستاذ إبراهيم الدرع الله يذكره الخير وقلت له الظاهر أنه لكل زمان ندولته ورجال إحنا وصلناها لها المرحلة الآن جيل جديد وفكر جديد ومنطق جديد أعتقد أنه وأنا بهالمناسبة سعيد بحكم أني أعمل في مجال التعليم سعيد أنه الجيل الجديد جيل حقيقة متأكد مئة بالمئة أنه بعد توفيق الله أنه سيقود المملكة إلى نجاحات تختلف حتى يعني إحنا كجيل أدينا رسالة معينة الجيل آباء أنا أدوا رسالة معينة لكن الجيل الجديد حقيقة مختلفين يعني لا يختلفون بأي شكل عن أي يعني نحن نتعامل مع موظفين من مختلف دول العالم لكن أولادنا اللي نشوفهم يديرون الأعمال والشركات لا يقلون عنهم مما كانوا أفضل منهم وهذا يتوجه الدولة برؤية المملكة بقيادة سمو الأمير محمد بن سلمان الله يطول بعمره فإن شاء الله إننا من أفضل إلى أفضل إن شاء الله جميل أبو محمد أنا قبل أن أختم أنا لفت انتباهي الكتاب الذي على الطاولة ما هو السافل اليوم جاء يتكلم عن الشركة ولكن لا أدري الكتاب هذا فتعطيني فكرة هذا الكتاب يحكي تجربة والدي الله يحفظه تجربة شخص رجل أعمال بدأ من الصفر حتى وصل إلى الحمد لله ما وصل إليه تجربته كانت جدا ثرية باعتقادنا أنها مفيدة للجيل الجديد خصوصا الجيل الجديد بحاجة إلى خبرات الآباء والناس المروا بتجارب واقعية يعني ما هي تجارب ما ممكن تصير تجارب واقعية وغالبية ميزة الكتاب غالبيته عن تجارب التعليم وصراحة أنصح كل من يستطيع أن يقرأ الكتاب حتى تكون الفائدة تعمل جميع إن شاء الله أستاذ خالد خضير رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية التربية والتعليم كنت ضيف معنا اليوم حقيقة الوقت طار ما حسينا فيه شكرا لتخصيصك الوقت معنا في برنامج قصة شركة أنا شخصيا استفدت الكثير نتمنى لكم التوفيق وبإذن الله المزيد من النجاح في شركتكم الله يعافيكم وأنا سعدت كذلك وأتمنى إن شاء الله أننا خفيفين على من يتابع هذا البرنامج وأتمنى التوفيق لجميع شكرا شكرا لك شكرا